كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة لرئيس السيسي لمناسبة عيد العمال داعيا الله عز وجل أن يعيده على الرئيس السيسي وعلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون العمل ليل نهار لإيمانهم الصادق بقيمة العمل في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربوع الوطن كي تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء والخير